تجديد منحة البطالة لسنة 2025 بالجزائر وبالشروط المطلوبة التالية السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا قبل بدء الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد إذن تتوجه الحكومة الجزائرية نحو تعزيز الرعاية الاجتماعية للمواطنين الذين يواجهون ظروفا صعبة حيث تذهب جهودها إلى أبعد من مجرد تقديم الدعم المالي فقد أنشأت الحكومة منحة البطالة كوسيلة لمساعدة العاطلين عن العمل من خلال توفير مساعدة مالية لهم ومع ذلك وضعت الوكالة الوطنية لتشغيل عدة شروط يجب استفاؤها من أجل تجديد منحة البطالة لسنة 2025 لنتتبع مع بعض خطوات جديد منحة البطالة في الجزائر تتطلب عملية جديد منحة البطالة في الجزائر لسنة 2024 اتباع مجموعة من الخطوات الضرورية وهذا لضمان الاستفادة من الدعم المالي المخصص للعاطلين عن العمل من بين الخطوات أولاً زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتشغيل اختيار خيار الخدمات الإلكترونية من بعدها البحث عن خيار تجديد منحة البطالة والضغط عليه من بعدها ننتقل إلى الخطوة التالية في صفحة جديد المنحة سنحتاج إلى تعبئة البيانات المطلوبة بشكل دقيق في الحقول المخصصة لذلك لا تنسى أنه يجب عليك إرفاق المستندات المطلوبة مع الطلب عند الانتهاء من ملء البيانات وإرفاق المستندات يمكنك الضغط على خيار إرسال الطلب وهذا لإكمال عملية التجديد سيتم معالج طلبك من قبل الوكالة الوطنية لتشغيل وسيمكنك متابعة حالة طلبك من خلال الموقع الإلكتروني ومن خلال هذا الفيديو سنتطلب أو سنتعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في منحة البطالة في الجزائر عند الرقبة في تقديم طلب الحصول على منحة البطالة في الجزائر يتعين على المتقدمين إرفاق مجموعة من المستندات الرسمية الضرورية وهي كالتالي إثبات حالة البطالة تقديم وصل الموعد الذي تم تحديده مسبقا لتقديم الطالب تقديم نسخة من الصك البريدة يجب توفير صورة واضحة من بطاقة التعريف الوطنية يطلب من المتقدمين تقديم نسخة من جواز الصفر كوسيلة إضافية لإثبات الهوية تقديم شهادة عائلية حديثة تفيد بحالتهم الزوجي هذه الوثيقة تعكس الحالة الاجتماعية للشخص وقد تؤثر على حكم الوكالة المعنية بشأن منح الدعم كانت هذه أهم خطوات الجديدة لتجديد منحة البطالة لسنة 2025 في الفيديو القادم سيتم تقديم شروط الحصول على منحة البطالة الجديدة لسنة 2025 إذا أعجبكم الفيديو وأعرضتم المزيد لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب